في المحاضرة دي نبتين نتكلم على الـ 851 الـ Instruction Set هندي الـ introduction عامة كده ونبتين نتكلم على الجزء بتاع الـ member organization بتاع الـ 851 ونتكلم على addressing modes المختلفة والـ Instruction Types Addressing Mode هندي نتكلم على كل الـ Addressing Mode الممكنة في الـ Instruction Set وهي Registered Addressing, Direct Addressing, Indirect Addressing, Immediate Addressing, Immediate Constant Addressing, Relative Addressing, Absolute Addressing, Long Addressing, Indexed Addressing الـ Instruction Types هندي نتكلم على مجموعة الـ Instructions بتمثل الـ Arithmetic Operations على الـ Logical Operations على الـ Data Transfer of Instructions على الـ Boolean Variable Instructions على الـ Program Branching Instructions بدايةً طبعاً الـ Instructions كل واحد على حدة يعني بيبقى made up of an operation code أو opcode followed by either zero, one or two bytes of operands طبعاً عندنا الـ Operation نفسها هي العملية اللي بتتم نفسها الـ Operands هي المعاملات أو هي الأرقام أو هي الأطراف بتاع العملية اللي أنا بعملها دي لما بعمل addition to two numbers الـ Addition في حد ذات هتبقى هي الـ Operation الـ Operands بيبقى هم الرقمين اللي بعملهم الـ Addition طبعاً بتكلم على zero, one or two bytes حسب نوع الـ Operation ممكن ما يبقاش فيه خالص أي operands ممكن يبقى فيه one operands ممكن يبقى فيه two operands أو فيه يبقى two bytes of operands حسب يعني برضو بكلم على إن ممكن يبقى فيه أكتر من الـ Operands أول حاجة أو مفيش Operands خالص أو ممكن يبقى فيه الـ Operands نفسه بيحتل يعني one byte أو two bytes حسب النوع بتاع الـ Operation نفسها الـ Opcode نفسه بيidentify a type of operation to be performed while the operands identify the source and destination of the data يعني أنا عندي دايماً بيبقى فيه عندي الـ Instruction نفسه نحطه بشكل كده كده Opcode أو الـ Instruction نفسه بيبقى له destination و source عادةً الاولاني بيبقى destination والتاني هو source لما بعمل Addition مثلاً ألاقي إلا قلت Add x1 x2 يبقى معنى كده أنا بقى Add x1 x2 وحط الناتج في الآخر في x1 يعني بيبقى فيه فرق عندي طبعاً في الـ Assembly Language إن أنا ما بيبقاش عندي مثلاً Y بتساوي x1 x2 لا دايما عندي Opcode أو عندي Instruction و Instruction دايما بيجمع حكتين وفي الآخر بيحطها في واحدة فيه فباسيكلي الـ Operation زي ما قلنا دي بيتمثلي العملية اللي أنا بعملها الـ Operand نفسه ممكن يكون Data Value itself يعني ممكن يكون الرقم نفسه اللي أنا عايز أجمعه ممكن يبقى CPU Register يعني محتوى بتاع واحد من الـ Register بتاع CPU ممكن يبقى Memory Location يعني واحدة من الـ Bytes الموجودة عندي في الـ Ram ممكن يبقى I-O Port يعني واحد يبقى من SFR اللي موجودة عندي الـ Special Functional Register بيتمثلي القيمة اللي موجودة على بورت ومعين طبعاً كل الحاجات دي هنشوف إن هي ممكن تبقى Valid Operands لبعض الـ Instructions وبعض التاني ممكن ما تبقاش valid فنفتكر كويس قوي نحن عندها ده بحط الـ Instructions في الأول الـ Operand الأولين يبقى هو بنستعمله في الـ Instructions يبقى هو بعد كده في الآخر Destination وده بعد كده في الآخر هو Source اللي هو Source اللي هو يعني بيبقى هو الـ Operand الدين نفتكر بسرعة على Memory Organization بتاع الـ 851 كان عندنا في 256 bytes of RAM دول كانوا هما القريبين عندنا في الـ Memory وهو هما دول اللي كانوا موجودين في الـ CIP 51 اللي هو الحاجة اللي هي Standard اللي هي Shuffle 851 اللي هي نفس الحاجة اللي كانت موجودة في MCS 51 اللي هو الـ Original 851 بيبقى فيه في الجزء اللي تحت دوت اللي هو Lower 128 bytes الجزء ده ممكن نعمله Addressing بأي شكل احنا نحب نعمله يعني ممكن يبقى Direct Addressing or Indirect Addressing هنكلم في الـ 2 دول دلوقتي نقول هما إيه الفارق بينهم الجزء اللي فوق ده اللي هو من أول 0x80 لغاية 0xFF اللي هو الـ 128 bytes اللي فوق دول لو أنا عملت لهم Accessing Using Direct Addressing يبقى أنا بتكلم على Special Function Register لو بتكلم عليهم Using Direct Addressing بقى بتكلم عليهم كData Memory موجودة عندي بقدر أنا عملها Accessing أبقى بعمل Accessing Contents بعد الـ Program Memory لو نفس الـ addresses بتاعة الـ RAM اللي موجودة عندنا يعني فيه برضو فيه عندنا 0x0 هنا وفيه عندنا 0x0 هنا بنتكلم علي ان احنا طبعا لو بنيجي نعمل Fetching أو بنيجي نعمل Accessing للـ Program Memory بنعمله Accessing بطريقة مختلفة يعني بمعنى ان احنا بنقرأ بـ Instructions مختلفة اللي بنقرأ بيها من الجزء بتاع الـ Data عشان احنا زي ما احنا قلنا ان الـ Architecture بتاعنا في الـ 8051 يعتبر الـ Harvard Architecture بيبقى فيه عندنا Different Data و Program Spaces يعني ممكن يبقى عندي نفس الـ Address موجود هنا او هنا ولازم لما يكون عندي Address لازم يكون محدد ان هو Data و Program عشان اقدر اقرب طريقة سليمة وطبعا في الاخر كان عندنا الجزء بتاع الـ External Data Space اللي هو ممكن يبقى موجود ممكن ما يبقاش موجود في غلبية الاحوال الحقيقة ما يبقاش موجود لان احنا زي ما قلنا يعني بنفضل ان كل الميموري بتاعنا تبقى داخل الماكرو كنترولر نفسه و بنختار واحد اكبر شوية ماكرو كنترولر اكبر شوية لو محتاجين ميموري اكبر دي بناخدها على اساس لو في بعض الـ Applications محتاجة ان يبقى فيه مثلا Data Space كبير شوية فممكن ساعتها يبقى فيه عندنا External Memory الـ Addressing Modes المختلفة فيه عندنا 8 Modes of Addressing في الـ 8051 8051 اللي هو بتاع السيليكون لابس بالذات طبعا انا بنكلم على الـ Device بتاعتنا اللي هي C8051F020 اللي احنا بنشتغل بها فعليا في المعمل دي مثال الـ C8051 انما هي كل الـ C8051 عندهم نفس الـ Addressing Modes مفيش اي اختلاف خالص بالكلم طبعا الـ Addressing Modes طبعا لو احنا عارفناها بتبقى جانرال لو انا روحت لأي مايكرو بروسسور تاني او مايكرو كنترولر تاني هلاقي في الـ Assembling Language بتاعته هلاقي الـ Addressing Modes دي موجودة وممكن يبقى فيه حاجات تانية متضافة كمان يعني ده يعتبر الابسط نوع من انواع الـ Addressing Modes اللي ممكن نلاقيها في أي مايكرو كنترولر تاني فالـ Knowledge بتاعتها بتساعدني بعد كده لو انا دخلت اقرى في مايكرو كنترولر تاني اقدر استعمل نفس المعلومة اللي انا شفتها هنا ان انا اجنراليزت لأي مايكرو كنترولر تاني ففي عندنا الـ Different Addressing Modes دي بتديرمين how the operand byte is selected يعني ايه؟ يعني هو بتقول لنا ان احنا بنجيب الـ Operands بتقول الـ Operation بتوعنا ازاي؟ يعني دلوقتي لما بعمل مثلا عايز اموف يعني فيه instruction اسمه وفيه instruction اسمه Add وفيه instruction مثلا بتاع jumping مثلا بعمل jumping مثلا حاجة زي مثلا او يعني حاجة بعمل بموف من جزء في الكود لجزء تاني لو بناخد مثلا مفروض ان انا بنقل قيمة من مكان لمكان لو انا عندي الـ Instruction بتاعي حاجة بالشك ده كده اعرف منين ان الـ Operand بتاعي ده اللي انا هحركه دوت او الـ Data اللي انا هاخدها هحطها في مكان تاني دي قيمتها ايه؟ بعرفها من الـ Addressing Mode اللي هي شغالة فيه فلو هي Register بيبقى شكلها حاجة بالمنظر ده كده بيبقى عادة بيبقى ايه او بي او R R01 حاجات اللي هي Register بيبقى عندي مجموعة من Register من R0 غاية R8 ممكن او R0 غاية R7 وممكن استعملهم برضو في Register Addressing الـ Direct Addressing بحط العنوان بتاعي مباشرة مش بستعمل لازم يبقى فيه واحد من الـ Operands يبقى عادة بيبقى ممكن يبقى يا اما Direct يبقى Register برضو وطبعا ممكن يبقى عندي ده Destination وده Source فموف A B دي معنى لو بحط A بتساوي B هنا ممكن To Register او To Operands Zone ممكن واحد يوم يبقى Register واحد Direct ممكن يبقى اتنين Direct ممكن يبقى اتنين Register زي ما هنشايفين هنا كده فعامة نحن بناخد الـ Addressing Mode وبعد كده بنبص على الـ Instruction نفسه بيقبل A وبنستعمل بقى الـ Addressing Mode اللي بيسمح بيها الـ Instruction ده زي ما هنشوف فهنا لما بحط 30H بالشكل ده كده يعني معناها 30 Hexa يعني الـ Address بتاعي بتاع الـ Memory اللي انا باخد منه هو ده فمعنى كده ان انا في الـ Instruction ده هاخد الـ Content بتاع الـ Address دوت واجمعها زائد الـ Content بتاعت الـ Accumulator وفي الاخر النتيجة او يعني سوري ده موف ده معنى ان انا باخد الـ Content اللي هنا احطه هنا مش Add لو هو Add لو هو نفس الـ Instruction ده Add باخد الـ Content بتاع الده زائد ده واجمعهم زائد بعضه نتيجة بحطها في الايه في الـ Destination اللي هو المكان اللي هو بحط فيه نتيجة اللي هو اول Operant عندي في عندنا حاجة اسمها Indirect Addressing بيبقى Defined ان انا بحط Add كده قبل الـ Register معين بيبقى عندي بقبل هنا Registers R0 و R1 ده معنى ان انا باخد الحاجة اللي موجودة هنا وبعتبر ان الـ Content بتاع الـ R0 دوت هو الـ Address اللي انا هجيب منه الـ Operant فمعنى كده ان انا بدل ما حط الـ Operant Address مباشرة كده لا ده انا حطيته جوه R0 والـ R0 دي بعد كده انا باخد منها التلاتين دي واروح بعد كده اخد الحاجة اللي في التلاتين عشان استعملها في الـ Operation دي دي طبعا ممكن يبقى فيها ميزة ممكن يبقى شكلها طبعا اعقد طبعا انا اعملت خطوة زيادة بس ممكن يبقى فيها ميزة لو انا عايز اعمل Accessing مثلا لـ Table of Values عندي مثلا من Address 100 لغاية Address 105 عايز اخدهم كلهم وراء بعض كده اوكي يبقى معنى كده انا ممكن احط R0 بتساوي 100 واعمل Accessing الاولاني وبعد كده increment ازود R0 بواحد وبعد كده اخد التاني وازود R0 بواحد وهكذا يبقى معنى كده ممكن امشي عليهم item by item كده باستعمال الـ Indirect Address Immediate Constance معناها ان انا بحط حاجة عليها هاش الهاش اللي هي موجودة في الاول دي معناها ان انا دي الـ Value الحقيقية اللي انا بستعملها يعني لما بعمل Add A 80 معناها ان انا بعمل A بتساوي A زائد 80 فطبعا دي بالنسبة لنا بتدينا الـ Apprent على طول كValue ويش بحطها هنا كAddress واخد الـ Content بتاع الـ Address او كRegister واخد الـ Content بتاع الـ Register لا في الـ Immediate Constance بحط الـ Value مباشرة موجودة عندي هنا في الـ Instruction نفسه في عندي هنا بعض الحاجات اللي هي Relative Addressing بيبقى عندي هنا يعني حاجة زي Offset يعني هنا الـ Jump دوت بجمب العدد من الـ Bytes محددة بدأة من المكان اللي انا فيه Absolute معناها بجمب للمكان ده والمكان ده Absolute Address مش Relative للمكان اللي انا واقف فيه دلوقتي Long Jump ده بيبقى عبارة عن مكان يعني Absolute Address برضو بس مكان بعيد شوية ممكن محتاج انه هو الـ Pointer بتاعه يبقى اكتر من 16 bits Indexed معناها بيقى فيه عندي Index Register يعني باخد الـ Index Register عندي وباخد الـ Content بتاعه واجمعه على Program Counter واخد الـ Content بعد كده اللي موجودة عندي في المكان اللي هو اللي بيطلع لي من مجموع الـ واثنين اللي بتاني تكلم على واحد واحد فيهم بقى Register Addressing Instruction Involves Information Transfer between Registers يعني ايه كلام ده يعني انا بتكلم دلوقتي ان انا عندي R0 و A فبتكلم دلوقتي بموف الـ A دوت في الـ R0 يعني content بتاع الـ A ده لو A في الاول كان بتساوي خمسة يبقى معنا كده بعد ما نفس الـ Instruction ده R0 هتساوي خمسة فالـ Instruction ده بـ Transfers the Accumulator content into the R0 Registers الحاجات اللي ممكن استعمالها هنا بنكلم على الـ A والـ B اللي هما Accumulators و R0 و R1 يعني هما دول الـ Registers اللي ممكن استعمالهم في الـ Instruction بتاعه طبعا فيها عندي مجموعة Registers من R0 غد R7 الـ Direct Addressing بقى allows you to specify the operon by giving its actual memory address وده طبعا specifically specified in hexadecimal format or by giving its name like P3 يعني ممكن انا هنا احط الـ Address مباشرة كده زي ما انا حطه هنا مفيش قبليه اي حاجة خالص ما بقاش قبليه اي رمز لو انا حطيت رقم كده hexadecimal في Operation يبقى معنا كده الرقم ده بيمثلي Operon بيمثلي Direct Address يعني بكلم هنا ان الـ Operon بتاعي اللي هو السورس هنا في الـ Instruction دوت هو عبارة عن الـ Memory Location او الـ Content بتاع الـ Memory Location 20 hexadecimal بعد ما بخلص الـ Instruction ده الـ Content بتاع الـ Memory Location ده بيبقى موجود عندي بيتنقل يبقى موجود في الـ A بيتنقل مش معناه انه هو يتغير بمعنى ان الـ Copy منه هتتحط في الـ A ممكن يبقى في عندي احط الـ Direct Address بتاعي عبارة عن حاجة زي P3 كده P3 ده Special Function Register Special Function Register زي ما احنا شفنا هو له مكان في الـ Memory بنعمله Accessing بطريقة Direct فالـ P3 ده له Address هنلاقيه بين 0x80 لغاية 0xFF اللي احنا شفناه في Memory Map الحقيقة الـ P3 نفسها بيبقى في عندنا في الـ Program بتاع او الـ Code بتاع الـ 851 هنلاقي فيه Include File بالشك ده كده متعرف فيه كل الـ Registers باسميها يعني الـ P3 ده هنلاقي لهه Address Memory Address بدلا ما اتلخبط في الـ Memory Address بتاعه وانا بكتبه هو معرفلي عملي حاجة زي Define كده اللي بستعملها في الـ C Language ان الـ P3 بتساوي الـ Address ده بحيس ان انا بستعمل P3 هو عارف الـ Address الفلاني اللي موجود عندي في الـ Memory فهنلاقي ان كل الـ Registers بتاعتنا كل الـ Registers زي ما بنكلم عليها بالضبط في المحاضرة هنلاقي ان هي بالضبط موجودة بنفس اسميها نقدر نكتبها في الـ Code بتاعنا ويبقى الـ Compiler عارف معناها ايه فطبعا دي ميزة كبيرة الحقيقة علشان ما نتلخبطش وانا بنكتب الـ Code بتاعنا وعشان الـ Code بتاعنا بعد كده يبقى readable عشان لما حد يجي بص على الـ Code يعرف ايه اللي بيحصل انما لو كنت كاتب الـ Code كله كأرقام يعني كلها Direct Addressية زي كده هيدا عندي مشكلة حقيقية فعلا ان انا يعني هتلخبط بين الأرقام وبعضيها مش هبقى فاهم الـ Code بيعمل ايه هيبقى في صعوبة عندي على اقل عشان اـ Interpret او عشان افهم الـ Code نفسه بيعمل ايه Direct Addressing بقى بيستعمل Pointer To hold the effective address of the Operant يعني احنا بنتكلم على ان احنا عندنا دلوقتي الـ Address الـ Effective بتاعنا بتاع الـ Operant نفسه ده مش هو الـ Given في الـ Instruction لا ده هو انا مدي لك Pointer و الـ Pointer ده بيشاور على الـ Address ده الرمز بتاع الكلام ده هو عبارة عن Add R0 زي ما شايفين هنا كده وممكن استعمل Actually R0 أو R1 او حاجة اسمها DPTR اللي هو Data Pointer ممكن استعملهم ك Pointer Registers في المكان ده هنا كده اوكي فبتكلم هنا ان الـ Content بتاعت R0 Content بتاعت R0 هي الـ Address اللي فيه جواه بعد كده الـ Operant بتاع قيمته كان يعني لو R0 بتساوي 20 Hex Decimal يبقى معنا كده بتكلم ان الـ Instruction دوت هيبقى بياخد الـ Content بتاع الـ Address 20 يعني Address 20 ده جواه ايه ويجمعه او ياخد الـ Content بتاع الـ Accumulator ويحطه قوه الـ Address 0x20 او اللي هو الـ 20 Hex Decimal فالـ Operant بالحقيقية بتاعنا الـ Address بتاعه موجود قوه الـ R0 فباسيكلي بيستور يعني الـ Instruction ده بيستور content of the accumulator into the memory location Pointed to by Registers R0 R0 فيها 8-bit Address يعني بتكلم ان انا اصلا عندي لو احنا نفاكرين الجزء الاولي بتاع الـ Memory انها الـ Near Memory بتاعتنا اللي هيا كان فيها 256... ماية بايت لي من 0000 لغاية 0xff دي كانت بايسيكلي الحتة اللي انا اقدر أننا استعملها علشان اعمل بيها يعني اعمل لها بالـ Indirect Addressing ولو احنا نفاكرين الجزء اللي هو الـ Upper 128-Bytes اللي هو الجزء من الـ Memory اللي هو نفس الـ Addresses بتاع الـ SFR كنا محتاجين فعلا نعمل له عشان نعمله اكسيس قليلا انا ممكن لو حاطيت هنا او ازيرو بتساوي مسلن ازيرو اكس ايتي اوكي يبقى معنا كده دلوقتي باكسيس المموري ادريس ايتي لمجودة عندي في المموري مش باكسيس بقى الاسبيشال فونشور الارغزيس الموجودة في الادرس ايتي فطبعا بنستعمله يعني ضروري جدا نستعمله الحقيقى عشان نعمل اكسيس الابر وان توينتي ايد بايتس الموجودة عندنا في الميموري. الميزة بقى بتاعت استعمال الديتا بوينتر. ان احنا اكشل الديتا بوينتر ده بيبقى 16 بيت. فبعنا كده لما انا بعمل ات دي بي تي ار. يبقى انا معنا كده بقدر اكسس ادرس يبقى 16 بيت مش 8 بيت. اوكي 8 بيت اسمح لها 250 بايت بس. انما الدي بي تي ار لو هو 16 بيت. يبقى معنا كده بنقدر اكسس اكتر من كده بكتير. من اكسس بقى 16. فمعنا كده ان احنا بنتكلم على ان احنا الجزء بقى من الميموري اللي هو البعيد الجزء الميموري الاربعة كيلة اللي فاضلين من الميموري. ممكن احنا نستعملهم الحقيقة في ان احنا او ممكن نستعمل الدي بي تي ار كا اندكس رجيسر. علشان نقدر ان احنا نقدر نعمل اكسسينج بيهم بايت ادرسينج. فباسيكلي ده يعتبر يعني طبعا لما نحط انا 16 بيت ادرس بيبقى عندنا القدرة ان احنا اكسس كل الجزء الفاضل من اربعة كيلة رام عندنا في ايه في الوباريشن في عائدنا. فطبعا في الحالة دي بنستعمل حاجة اسمها موف اكس ايه. بنتكلم موف اكس دي عادة بتبقى هي نزلية الموف بالضبط بس الموف دي بتستعمل شورت ادرس. بتستعمل ادرسيز كلها تمانية بيت. لما بعمل موف اكس بتكلم على حاجة بعيدة يعني ادرس ممكن يكون بعيد. وطبعا لما بتكلم على ادرس ممكن يكون بعيد ممكن يكون اكشوالي ممكن يكون في الاسبانشن ميموري يعني ممكن يكون في الجزء اللي هو كنا متكلم عليه اللي هو الاكس ميموري اللي موجودة عندنا في تحت خالص ده اللي قلنا ممكن ما يبقاش موجود. ده ممكن اكشوالي لو هو موجود ممكن نستعمل الانستراكشن ده عشان نعمله الانستراكشن. اللي ميت كونس ادرسيز هو ابسط نوع الحقيقة هو بيدين عو طول مباشرة كده القيمة اللي لنا يعني بستعملها مباشرة في الوبراشن بتاعتي. يعني بسيكلي ممكن يستعمل ادر 8 or 16 bit constant value at the source operant. والconstant ده is specified in the destruction rather than a register or a memory location. والdestination register should hold the same data size which is specified by the source operant. بتكلم هنا ان انا دلوقتي لما بتكلم add a وي الحاجة اللي موجودة هنا دي علامة الشباك دي او علامة اللي هي الهاش ساين دي بتكلم عليها ان هي دي اللي بتقول لي ان اللي جاي بعد كده ده immediate operant. يعني الحاجة اللي بتطلع لي من ال operation دي ان انا بحط ايه بتساوي ايه بلاس 30. 30 هكسل دي سمع. اوكي بجمع قيمة التلاتين على اللي موجود في الايه هنا. وحط النتيجة في الاخر في الايه. فمعنى كده يبقى احنا يعني لو لقينا instruction موجود في ال immediate operant ده موجود هنا ك destination. يبقى معنى كده اكيد غلط. يعني في فرق ان انا مثلا اقول ان اكس بتساوي خمسة. وعايز اكس بتساوي اكس بلاس خمسة. يبقى معنى كده النتيجة تحط في اكس. وفي فرق ان اقول انا احط خمسة بتساوي اكس زائد خمسة. ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان انا احط النتيجة في الاخر في رقم. فانا باسيكلي في ال immediate addressing او immediate constant addressing. انا بكلم على ال operant اللي هنا ده ده constant. فالconstant ده مش ممكن ان هو يهولد اي value. اللي ياخد value هنا هو ال variable ده او ال operant ده. الايه ده برعا اكنه variable بالزبط اكنه اكس موجودة عندي في c language. فمعنى كده ان انا هنا بحط النتيجة فيه ممكن ياخد قيمة اللي هي قيمة بتاعته ممكن اضيف عليها قيمة تانية وفي الاخر قيمة تتحط في الاخر فيه تاني. ما فقاش مشكلة. انما ما ينفعش ان انا احط في الاخر نتيجة في رقم. ده برعا عن رقم. ده مش معناه memory address ده معناه رقم. رقم 30. 30 hexadec. فباسيكلي ما اقدرش ان انا احط النتيجة فيه. فما ينفعش ان الimmediate addressing ده يستعمل في destination. يعني operants خالص. لازم يستعمل في source operants بس. والحقيقة ازا ما احنا شايفين هنا الرقم 30 ده في الhexadec. احنا نارفين في الhexadec. كل رقم الارقام بتاعتنا. ده عبارة عن 4 bits. فمعنى كده رقم 30 دوت. ده عبارة عن 8 bits. طبعا زيرو ده مالوش معناه يعني زيرو اللي هو شمال مالوش قيمة. فعندنا هنا الرقم بتاعنا ده 8 bits. الايه بتاعتنا دي? الكيميليتور بتاعنا by definition ده 8 bits. اوكي? يبقى معنى كده انا حطيت 8 bits و 8 bits يبقى اوكي. ما فيش مشكلة. لو استعملت بقى instruction في عندي destination بتاعتي 16 bits. وممكن احط هنا بقى ايه? operants ممكن يبقى 16 bits. يعني ممكن هنا بالشكل ده كده initialize dptr اللي احنا استعمل لها من شوية في index addressing دوت. ممكن احط فيه رقم يبقى 16 bits. ف16 bits يبقى معناه عندي واحد اتنين تلاتة اربعة 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 ارقام. كل رقم في اربعة bits يبقى 16 bits في الاخر. فلما انا بقى حط الرقم هنا 16 bits. لازم اميكشور ان الرقم اللي هنا يبقى برضي ساعي 16 bits. لو ما كانش dptr يبقى فيه حاجة غلط. هو dptr by the way هو البراند او هو يعني ال special function register اللي انا ليه اكسس عليه. اللي هو فعلا بيبقى 16 bits. الprogram counter اللي هو بيشاولي على المكان اللي انا بعمل فيه البرنامج. ده special function register بس النقطة انه هو ما ليش اكسس عليه. صعب ان انا اعمل اكسس عليه. فنقطة مفوضة استعمله طبعا في البراند او حاجات زي كده. فdptr ده 16 bit register. اقدر احطه في 16 bit يعني data. يبقى معناه كده ده ما افغوش مشكلة. فلازم اخذ بقى هنا ان احنا نميكشور ان ال constant add. constant operam بتاعنا دول. يبقى number of bits بتاعته تبقى add number of bits اللي موجودة في destination عشان ال instruction يبقى سليم. في another mode of addressing بنسميها relative addressing. دي basically بتستعمل عادة مع ال instructions اللي بنسميها jump. jump دي عبارة عن branching instruction. تسمح لان البرنامج بتاعه يعمل loop مثلا. او ان هو يعمل jump من مكان لمكان تاني البرنامج. يعني according to condition معين. فباسيكلي او عادة بيستعمل بيستعمل with some time of jump instructions. like حاجة اسمها short jump او حاجة اسمها jump if not zero. في بعض conditional jumps كده بيبقى لها condition. يعني اكدني في عندي if والif دي بتبقى بعد كده. لو اتحقق بيحصل حاجة لو ما اتحققش بي jump بالمكان معين. او يعني ال instructions دي عموما بتtransfer control from one part of a program to another. يعني بتاخد اللي انا عندي مثلا بنفس مثلا instructions مكان معين. ممكن تاخد المكان اللي هي بنفس فيه تنقل له المكان تاني خالص وبتري بنفس فيه برضو بعد كده من المكان الجديد دوت. ال destination address في ال relative addressing ده لازم يبقى within من minus 128 لغاية plus 128. يعني بحط one byte. بيبقى في عندي one byte موجود. او الجزء اللي هو ال go back دوت. ده بيبقى عبارة عن delta او عبارة عن difference من المكان اللي انا مجوتي دلوقتي. بمعنى ايه لما اجي احسب بعد كده لما انا واقف هنا في المكان ده كده. لما اجي اقول انا عايز اتنقل من هنا الهنا. لما اقول jump if not zero المكان ده. انا هنا بديكريمانت ايه? افضل لديكريمانت ايه? واتاكد هل هي مهياش zero? لو هي مهياش zero ارجع تاني. افضل اللف في اللوب دي لغاية لما يبقى zero يبقى معنى كده اخرج منه. فهنا انا اكشولي مفروض ان انا اتنقل من المكان ده للمكان ده. عشان اتنقل من المكان ده للمكان ده. انا بحط الدلتا بتاعتي. هي الرقم اللي هو معناه ان انا برجع الورق دي ايه من مكان ال program counter الحالي بتاعي. طبعا دي لو احنا عايزين اعملها بادينا كرقم يعني. محتاجين يعرف ال instruction الاولاني دوت. بيحتل كم بايت. وال instruction ده بيحتل كم بايت. واشوف بعد كده الفارق بين الاثنين دول عشان اتنقل من هنا. احط بقى الفارق اللي هو يبقى negative value طبعا. عشان هيرجع الورا. وحطه هنا كرقم. انما في الاسمبلر بتاع ال 851. وكل الاسمبلر عموما هتاين هو بيسمح ان احنا نحط حاجة زي labels. يبقى في عندي label هنا كده. وانس ان انا كتبت ال label ده هنا هو automatically بيحسب بقى جوا في الاسمبلر. وانا بعمل assembly يعني بعد ما بكمبايل الاسمبلر بتاعي. هو بيحسب مكان ده فين. وحطيه هنا الدلتا المناسبة اللي تخليني اروح في الاخر اللي ده. فالرقم اللي موجود هنا دوت. عشان يبقى الدنيا ماشية سليمة. يبقى معنا كده ان لازم الرقم ده يبقى within range اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده. اللي هو من minus 128 لغاية plus 127. لو هو ما هوش كده يبقى فيه مشكلة. فباسيكلي بنتكلم على ان احنا يعني ده ممكن يعمل لنا حاجة تعمل حاجة زي short jump. يعني لو انا عايزة jump مسلا مسافة كبيرة لو انا مسلا عندي code كبير قوي. وعندي branching بيبقى ممكن مسلا يبقى يعني كل مسلا segment من الكود ممكن تبقى اتنين تلاتة اربعة كي مسلا. فمعنى كده ان انا لو اعمل jumping دوت ما ينفعش عمله بالرقم لان انا في الحالة دي jump نفسها او اللي هي delta اللي انا بقى حطها في ال instruction بتاعي ما بتبقاش ما بتبقاش كبيرة كفاية ما قداش حط حاجة كبيرة كفاية ان هي توصلني المكان اللي انا عايزه. فمعنى كده لازم استعمل انواع اخرى من addressing اللي هي زي absolute addressing وال long addressing اللي هي بتخليني فعلا انا نقدر اعمل الكلام. absolute addressing بقى هو بيحلين المشكلة بتاعت relative addressing. relative addressing كان هو بيتعامل مع ال address اللي انا فيه دلوقتي ويحط عليه delta. عشان هو كده هو relative يعني بنسميه relative عشان هو relative للمكان اللي انا فيه دلوقتي. يعني لما انا اقول مثلا انا واقف مثلا في المرحلة رقم ستة. وهموف up مرحلتين. يبقى معنى كده المرحلة اللي هيكون فيها يبقى مرحلة نمرة تمانية. لو هموف داون مرحلتين يبقى هكون في المرحلة نمرة اربعة. يبقى انا باعمل بدي الرقم اللي هو اتنين ده up يعني plus اتنين او minus اتنين. ده هو ده دلتا اللي كنت بحطها في relative addressing. في absolute addressing بقى لا. انا بكلم لو ستة عايز اروح لتمانية بقول انا رايح تمانية. ولو في ستة عايز اروح لاربعة يبقى انا رايح اربعة. بحط هنا على طول مباشرة كده. بحط ال address بتاعي مباشرة زي ما هو ما فيوش اي حاجة خالص. يعني ما فيوش اي مش relative ما هوش relative. ولازم يبقى بنتكلم ان هو يكون يعني في ال range بتاع يعني 11 bits. اوكي. يعني بنتكلم ان هو يعني في عندي absolute address يبقى موجود في ودين 11 bits. بحيس ان انا اجامب على طول ال address دوت. 11 bit معناه ان انا ال addresses اللي انا ممكن مسموح لي ان انا استعملها. هي up to 211 يعني 2048 يعني من zero غاية 2047 basically. فانا كنا عندي بتكلم على 2k byte page of program memory. يعني بتكلم ان انا في اول 2k من البرنامج اقدر اعمل الكلام. انما لو انا عايز اجمب لمسافة ابعد من كده يبقى absolute addressing مش هينفعني. طبعا لو كنا بنتكلم مع relative addressing. relative addressing كان بيوصلنا 156 يعني يعني مينس 128 غاية بلاس 127. هنا لا بقى عندنا absolute address والابسلوت address ممكن يوصل ل2840. يعني زودنا شوية. ممكن بقى بعد كده لو احنا عاوزين نجمب اكتر من كده يبقى نحتاج بقى نروح لحاجة بنسميها long addressing. فهنا كمسال بقى عمل يعني دي دي عبارة عن اكدناها function call او sub protein call كده. بورت انت. بورت انت ده برضو label. هو automatically برضو لو بحط هنا label نفسه هنا كده. هو بياخد ال address الموجود هنا ويحطولي هنا في ال instruction. فهنا ده ممكن يبقى موجود في اي مكان within ال 2k الاولين في البرنامج بتاعي. فده طبعا ممكن يبقى convenient في حاجات كتيرة. وطبعا انا كده كده لما انا بشتغل في ال assembler لو انا حطيت address كان ما هواش within ال 2k مثلا هو هيديني غالبا error عشان يقول ان ده ما هواش موجود within the range اللي انا عايزه. او within the range بتاع addresses اللي مسموح بيها في absolute addressing. long addressing بقى بيحللي مشكلة بتاعت ال 2 التانيين. انه هو اول حاجة هو absolute. يعني بدي ال address مباشرة. وبعد كده بيبقى عندي اتنين بايتس بيدوني 16 bit destination location. يعني بيديني 16 bit. 16 bit دي لو انا شفنا بتدي ادي ايه. 16 bit دي دينا اكشولي ال 64k كلهم بتاع البرنامج. هارفيني ال space بتاع ال program memory بتاعتنا كان 64k. فمعنى كده ده بيسمح لي ان انا اكسس اي واحم ال addresses بتاعت ال 64k دي. طبعا ده كده طبعا شكله مور فلكسبل. يعني انا حطيت هنا timer init. وحطيت هنا timer init في اي مكان. اي مكان جوه ال 64k. هقدر ان انا اعمله كل ما مشابه فيه مشكلة خالص. يعني هقدر ان انا اوصل ال address ده. مش هبه فيه عندي اي مشكلة خالص. المشكلة الوحيدة بتاعت long addressing اللي مش مفروض ان انا استعمله كتير علشانها. هي انه هو بيحتاج يعني instruction بتاعته بيحتاج 3 bytes. يعني معنى كده عشان انا فاتش 3 bytes. يبقى معنى كده انا باخد وقت اطول شوية. لو انا بعمل الكلام ده في loop. لا بتفرق معي جامد. لما كل مرة في اللوب بحتاج ان انا اعمل jump تبقى 3 bytes. يبقى عملهاش معنى. لو اللوب بتاعتي صغيرة ممكن استعمل relative addressing يبقى مناسب جدا. لو هي كبيرة شوية ممكن احطها في الجزء اللي هو lower 2k بتوع ال program memory. وعملها accessing absolute addressing. انما long addressing بستعمله في حاجات تبقى ايه يعني في الضرورة القصوى. عادة بستعمله علشان اعمل يعني حاجة زي اكني مثلا بعمل branching في البرنامج. مش بعمل conditional loop مثلا ولا حاجة زي كده. لما اجعمل loop غالبا relative addressing بيبقى نسب حاجة. الحاجات اللي زي long addressing دي بستعمله في long jumps اللي بعمله في البرنامج بتاعي. اخر نوع من addressing mode. هو حاجة بنسميها index addressing. ال index addressing ده is very useful when there is a need to retrieve data from a look up table. يعني بتكلم مسلا ما يكون عندي في زي ما كنا بنقول قبل كده ممكن في ال program memory نفسها ممكن يبقى في عندنا بعض ال constant نخزنها في ال program memory. تبقى حطوها في الرام اللي هي بنحرعها او بنبرمج بيها المايك كنترولر بحيث انها تبقى constant. بحيث ان انا كل مرة لما ابتدى اشغل المايك كنترولر يعني احط له مثلا power it up. يبقى هو عنده ال data دي موجودة constant ما بتتغيرش او ما بتتمسعش نتيجة انها موجودة في الرام. لا دي موجودة في الرام موجودة في ال program memory نفسها. فبنتكلم على ان هي بتستعمل 16 bit register وهي data pointer dptr. بيهولد base address والaccumulator بيهولد an 8 bit displacement or index value. يعني احنا في الاخر الحاجة اللي احنا بتعامل معها هي content بتاع dptr اللي هو data pointer ده. اللي هو لو انا حطيت مثلا يعني عمتوني initialization بvalue معينة اللي هي 1f00 بزود عليها offset او بزود عليها index هو عبارة عن قيمة 08 اللي هي اللي موجودة في accumulator. انا عملت لها ففي الاخر address الحقيقي بتاعي هو ال combination بتاع الاتين دول مع بعض. انا ممكن بقى ان انا باخد الحاجة اللي موجودة في ال ايه دي او ال ايه نفسه بعد ما اعمل ال operation دي. وممكن بعد كده increment ال ايه او حط v value مختلفة بحيس اكسس اي واحد من ال elements الموجودة في ال table دي اللي انا عايز اتعامل معها. فهنا في ال operation دي انا move c هي move constant باخد هنا address من الماموري من ال program memory باخد contents بتاعته احطها هنا في ال accumulator. فباسيكلي بتكلم على الجزء دوت انه هو باخد ال address اللي هو 16 bit address بتاع dptr. وزود عليه 8 bit offset موجودة عندي في ال accumulator. وفي الاخر ال address ده كله باخد contents بتاع تحطها في ال ايه. فطبعا ده بيبقى مهم جدا نحنا نستعمله في الحاجات اللي زي jump او زي move c instructions. علشان نقدر بيه نعمل يعني نحنا نغير المكان اللي احنا بن jump لي او نغير الجزء في ال table اللي انا بقرأ منه. فدي طبعا حاجة من الحاجات اللي انا بستعمله كتير زي ما قلت في ال applications اللي انا فيها عندي بخزن table وبعد كده بريتريف ال table ده عشان اعمل بيه action. لما انا كنت بقول مسلا على سبيل المثال كان جزء بتاع ECG simulation ده انا بعمل simulation لل ECG waveform وطلعها من my controller بتاعي. انا باسيكلي بخزن waveform بتاعت ECG كsamples. وبعد كده بمشي عليها sample sample واخدها واعمل لها وطلعها بعد كده في analog form من my controller. فمعنا كده انها دلوقتي ممكن احط ال ECG waveform دي موجودة في program memory احط ال base address بتاع اللي هو اول address فيها احطه هنا في dptr زي كده بيفي عندي immediate address هنا بقدر احطه ويخشيلي بعد كده موجود في dptr وابتدي بايه بتساوي 00 واقسس بعد كده اجيب الحاجة اللي موجودة في location دوت واخزنها في مكان او استعملها مثلا اعمل لها conversion وبعد كده اخد اللي بعد كده احط الايه بعد كده بعد ما هي 00 احطها 01 واعمل نفس ال operation دي تاني وهكذا. base address بفضل زي ما هو بغير offset بتاعي من element للتاني عشان اقسس بقى كله. فطبعا دي حاجة لها application مهم جدا ان انا بقدر ان انا access table بشكل سريع وبدل ما انا كل مرة قعدة بقى 16 bit address ده بشكل مختلف. فطبعا هنا already address اللي هو 16 bits دوت بيبقى base address بتاعه ثابت انا بغير بس ال offset اللي عليه دوت بحيس ان هو يناسبني في الايه في الاني واحد من المس اللي انا عايز اعمله access واحد من الحاجات المهمة جدا اللي لازم اخذها في اعتبارنا واحنا من program ال assembly language حاجة من سميها program status word. ده واحد من ال special function registers ده بيتشال فيه او كل مرة بمعنى صح كل ما يتنفذ instruction النتيجة بتاعة execution بتاع ال instruction دي بتاخد يعني بتغير ال values بتاعة ال program status word. بيبقى في عندي مجموعة من ال bits كده ممكن انا اتشيك عليهم بعد اي instruction عشان اشوف ايه اللي حصل في ال instruction دوت فلو بصينا على program status word بيبقى فيها ايه بيبقى عندي ثمانية bits بالشك ده كده منهم حاجات بتبقى user flag F0 في حاجات بتبقى register bank select دي برضو ما هيش لا علاقه بال value بتاعة ال instruction اللي حصل دلوقتي دي فيه برضو اللي هي selection بتاع register bank ده برضو ده user بيستعمله وهو ممكن يعمله setting انما ال flags اللي انا حطت عليها مربع احمر دي اللي هي CY اللي هي carry flag ال A C O V و P هما دول اللي انا ببص عليهم وهما دول اللي انا بستعملهم بعد كده ممكن ان انا احطهم كconditions مثلا لjumps او لحاجة زي يعني ان انا اعرف ان فيه حاجة معينة حصلت في ال instruction اللي قبل كده عندي operation تمت وعايد اشوف اذا كان ال operation دي تمت بشكل سليم ولا فيه حاجة نقصة او اتشيك اذا كان وصل مثلا اللوب مثلا بتاعتي وصلت لغاية الاخر حاجات دي كلها ممكن استعمل ال flags دي كلها عشان اقدر اعمل بها الكلام ده اول واحد بين ال bits الموجودة عندنا في ال program status world دي تهمنا هي carry flag ال carry flag ده بيبقى set if there is a carry out of bit 7 during an addition operation طبعا ده بيبقى برضو ممكن يبقى set if there is a borrow into bit 7 during an subtraction operation يعني بمعنى لو انا بتكلم دلوقتي ان انا بيبقى فيه عندي رقمين بجمعهم زيت بعض لو انا بعمل addition اللي هو accumulator زيت 15 ده immediate constant أو immediate constant addressing فبتكلم هنا F1 اللي موجود في A دوت initially بيجمع على 15 F1 plus 15 اللي هي عبارة عن F دي هتدينا في الاخر 100 لان بيسيكلي احنا عارفين طبعا واحد يعني في الاخر لو عايزة اتحرك FF هيبقى في محتاجة 14 عشان هي F تسوي 15 فمعنى كان محتاجة 14 عشان اوصل FF لو زودت كمان واحد 1 زيت FF يديني 1 00 يعني 00 النتيجة بتاعتي اللي موجودة في الأكيميليتور هيتكون 00 الواحد الاضافي بقى اللي هو خارج في bit number 7 دوت ده يتحطيلي في الجزء بتاع carry flag اللي هو موجود فيه فده واحد من الحاجات اللي انا لازم اتشيك عليها بعد اي addition عشان اميك شور ان انا ال operation بتاعت دي ما كانش فيها carry دي بس تعملها برضو لو انا كنت بعمل مثلا يعني طبعا addition موجودة عندنا هنا ممكن يبقى 1 byte addition لو عايزة اعمل 2 byte addition او 3 byte addition ممكن ان انا اخد الكاري ده بعد كده وابتدي بعد كده اعمل مثلا الaddition بتاع الbyte التاني وبعد كده الbyte التالت وهكذا بحيث ان انا ممكن اعمل multiple byte addition ممكن يبقى في عندي برنامج اعمله بحيث نوع يديني اعمل لي addition او يبقى الvariables بتاعتي دي بقى كبيرة شوية عند الvariables الموجودة في normal addition operation في كل الاحوال لازم ابص على النتيجة بتاعت الاد دي من خلال ال carry flag اللي موجود عندي في ال program status word عشان اتاكد ان مفيش carry علشان الكاري طبعا بيبقى بيفرم معي كتير جدا ان انا اعتقد النتيجة بتاعتي هنا تكون 0 او اعتقد انها 100 طبعا هي نفس الحكاية بالضبط بتحصل لو انا كنت بطرح رقمين من بعض لو انا كنت بطرح رقمين من بعض وكان الرقم اللي هو بطرح منه كان اصغر من الرقم اللي هو اللي بيتطرح لو انا قلت مثلا ان انا دلوقتي بطرح F1-FF F1 يعني ايه نفسها بتسوي F1 لو حاطت هنا FF اذا معنا كده بطرح F1-FF هتديني مثلا لو هي كده تبقى ديني ف-ED تبالي ازاي تبالي برضو في عندي carry موجود يقولي ان فيه يعني ان carry اللي موجود هنا ده بقى موجود نتيجة نتيجة او نتيجة اللي borrow انا استلافت واحد من ال بيت نمبر 7 اللي هي بيت نمبر 8 علشان اكمل ال operation دي فدي طبعا بالنسبالي تفرق معي برضو عشان اعرف اذا كان الرقم اللي طلالي دوت ده رقم negative ولا رقم positive واحدة من الاستعمالات برضو لطيفة جدا في carry flag ان احنا ممكن نستعمله extensively as a one bit register في ال boolean operations ال boolean operations دي بتشتغل على bit valued data احنا كنا فاكرين فيه عندنا جزء في ال program memory او في ال data memory كنا بنسميه bit addressable ال bit addressable part دوت احنا ممكن نتعامل معه بحاجه اسمها boolean operations على bit valued data فباسيكلي بفيه عندنا instructions اللي بيحصل ان هو باند القيمة اللي موجودة في ال cd يعني كواحد يزيرو مع ال bit رقم 38 في جوه في العدد بتاع ال bit اللي موجود عندي في الجزء بتاع bit addressable data ال bit addressable area اللي موجود عندي في data memory هي عبارة عن 16 byte 16 byte معناها 128 bit فلما بكلم على ال address بتاعي هنا 38 hexadecimal يبقى معنا كده within 128 bit اللي موجودين عندنا دول فباسيك لو بياخد ال bit رقم 38 hexadecimal ويعمل لها ending مع ال carry وبعد كده بيحط النتيجة في الاخر في ال carry فدي الحقيقة لها استعمالات كتيرة برضو ان انا ممكن اتعامل ب يعني ب one bit operands باستعمال ال carry flag ال bit بعد كده نتكلم عليها في ال program status world هي auxiliary carry flag ال auxiliary carry flag ده شبه بالضبط بس هو مهم اكتر شوية بالنسبة لل binary code decimal values ال bcd values بتتكلم على ال coding بتاع الارقام العشرية اللي هي decimal values في شكل binary يعني لما باجي اتكلم على رقم عندي الرقم ده مثلا 19 19 ده لو احنا بنحطه كhexadecimal number هيتلاقي 13 0x13 لو جيت حطيته في binary code decimal هليت تتحط 19 زي ما هو ليه بقى؟ لان احنا بناخد كل واحدة من الارقام دي نعمل لها coding في اربعة bits يعني لو عندي 19 يبقى معنى كده 19 دي هتتحطيلي اول واحد اللي هو الواحد ده هتحطيلي في اربعة اللي هو most significant هتحطيلي في اربعة bits يبقى تحطيلي فيها واحد يبقى معنى كده تفضل واحد والتسعة تحطيلي برضو في الاربعة bits اللي هو least significant يبقى معنى كده hexadecimal برضو بتبقى تسعة زي ما هي فدي بتفيدني لما اكون عايز اعمل operations على decimal numbers ما بقاش عاوز ان انا احول كتير بين الارقام ال binary و hexadecimal علشان لو انا مثلا عندي في الاخر الارقام بتاعتي دي هتطلع على display على seven segment display محتاج ان انا اخد الرقم بتاعي اللي هو ممكن يبقى موجود عندي في binary code احطه في الاخر في شكل decimal number طبعا عشان احول الرقم اللي هو binary دا decimal بيحتاج شوية شغل في ال coding عشان ادر اعمل الكلام ده فلو انا ابتقيت من الاول خلص عملت coding للديتا بتاعتي بشكل binary code decimal بيتسهل علي كتير فالميزة بقى بتاعت binary code decimal عشانها بنحتاج ان احلا بنيجي نجمع الارقام binary code decimal دي على بعض بيبقى عندنا لازم نبصها على carry اللي هو out of bit 3 مش bit 7 يعني بمعنى المجمع اربعة bits على اربعة bits اوكي الاربعة bits دول من 0 غاية 3 لو جمعت الاربعة bits دول مع الاربعة bits دول وطلع carry يبقى معنى كده لازم اخد الكاري ده في الجمع بتاع الاربعة bits اللي بعد كده لان احنا دلوقتي الاربعة bits دول بيمثلوا رقم والاربعة bits التانين بيمثلوا رقم تاني زي ما بجمع كده decimal لو جمعت رقم زائد رقم ومسلا اتنين زائد تمانية اتنين زائد تمانية ده وبيطلع عشرة يبقى معنى كده بحط صفر هنا ويبقى في معايا واحد بضيفه على اللي بعد كده الفلاك ده هو اللي بيعملي الكلام ده الفلاك ده بيطلع لي carry لما او يعني خلي الاربع كاري ده يبقى سات لما يكون فيه يعني carry set او carry generated out of bit 3 يعني 4 bits دول لما بجمعهم ذا ببعض لو طلع النتيجة اكبر من اربعة bits بيحطيلي الاربع كاري ده بواحد على سبيل المثال لو انا خدت الار زيرو حطيتها باتنين والاي حطيتها بتمانية وجمعت الاتنين ده زائد بعض الاربع ده يبقى سات لان الاتنين دي محطوطة في اربعة bits التمانية محطوطة في اربعة bits ما فهمش مشكلة لما جمعت الاتنين زائد بعض نتيجة طلعت عشرة عشرة دي معناها ان انا بتكلم ان انا طلعت خارج نطاق بتاع العشرة بتاعتي اللي موجودة في decimal values لما جمعتين زائد تمانية بتدينا عشرة عشرة معناها انها زيرو في الاربع bits اللي هما اللور وفي واحد محطوط في الاربع bits اللي جنبيهم فمعنا كده هيبقى في عندي هنا فدي مفيدة بس لما بيكون بيشتغل بالPCD يعني values مش بيشتغل بالبيناري values البيناري values ما بيبقاش لها قيمة الحقيقة البيناري values وكزيرة يكاري فلاج ما بيعملناش حاجة يعني ما قواش له فايدة هو مفيد بس لما بيكون بيشتغل البيناري كود الدسم الـ overflow flag معناها ان احنا لما بنعمل addition أو subtraction operation يعني معنى كده ان الرقم اللي طلع علينا اكبر من الـ range بتاع الـ data size لما فرضا مثلا بجمع مثلا 200 زائد 200 والـ 200 دي كان محطوطة في 8 bits والـ 200 التانية محطوطة في 8 bits النتيجة ربا مية ربا مية دي هل تنفع تتحط في 8 bits؟ لا ما ينفعش يبقى معنى كده الـ overflow flag ده هي بسات لما بنتكلم على 8 bits ويبقى معنى يعني 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 او ممكن يبقى اقل من الـ range في كل الاحوال يعني overflow هو بيكلم على overflow underflow فهو بالنسبةه لو ان بيعمل الـ operation دي وانس ان هو خرج دوت هو بدين overflow flag دوت فدي مهمة جدا بالنسبةه ان انا اعمل عليها تشيك علشان اتاكد ان الـ operation الـ arithmetic operation اللي انا بعملها تمت بشكل سليم الـ اخر واحدة خالص من الـ bits اللي تهمنا هي الـ even parity flag اللي هي بسميها P الـ P دي يعني بيسيكلي بيتجمع لي number of ones في الـ accumulator بيسيكلي بتاخد الارقام دي بتاخد المجموعة الارقام دي المجموعة الوحاية الموجودة دي بلاس P لازم تبقى always even بمعنى ايه بمعنى ان انا دلوقتي لو فرضا عندي النتيجة بتاعتي او الـ accumulator بتاعي عنده يعني قمته كده يعني النتيجة اللي طلعتلي من الـ operation بتاعتي ان الـ accumulator تبقى فيه الرقم ده عدد الوحايد هنا كام واحد اتنين تلاتة تلاتة وحايد عشان يبقى even الرقم يبقى even لازم الـ P تبقى set to one لو عندي الـ accumulator فيه واحد 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 يعني فيه اربع وحايد لازم الـ P تبقى 0 بحيث يبقى عدد الوحايد اللي فيهم كلهم يبقى even فدي طبعا حاجة مهمة جدا عنشان في بعض الاحيان انا مثلا بابعت حاجة معينة وبابعت معها parity بتاعتها يعني لما بجاء بابعت مثلا حاجة over communication channel مثلا سير communication او لحاجة محتاج بعد كده ان انا اعد الـ bits اللي موجودة عشان اتشاكل parity اللي موجودة معها اذا كانت بتماتش الحاجة اللي جاتني ولا لا دي ممكن تبقى مفيدة في حاجة error checking كده على الـ data اللي انا ببعتها او data اللي انا يعني بستقبلها من اماكن فيها parity flag بيبقى موجودة فطبعا ده بيبقى automatically set or cleared to establish even parity with the accumulator فده عمتا بعد اي operation هو بيتغير automatically بحيث انه دايما يمانتين ان عدد الوحايد في الـ p اللي هي one bit والـ accumulator عدد الوحايد اللي فيه عدد الوحايد فيهم كلهم مع بعض يبقى لازم بيساوي even number نبتدي بقى نتكلم على الـ instructions نفسها وعم متى ممكن نقسم الـ instructions 2851 لمجموعة من الـ functional groups ومحوالي خمسة بمثلوا الـ arithmetic operations الـ logical operations الـ data transfer operations الـ poolean variable operations الـ program branching operations او النوع اللي هو الـ arithmetic operations هي مجموعة الـ instructions بيحسب لي حسابات فلاقي فيها مجموعة بيتمثلي في مجموعة بيتمثلي حاجة اسمها Add-C يعني بيجمع الحاجة الموجودة بلاس الكاري كمان اوكي وفي مجموعة subtract with borrow وحاجة اسمها Increment يعني بنزود بواحد حاجة اسمها Decrement بنقلل بواحد في multiply هي multiply a و b يعني بضرب a في b وحط نتيجة في a divide a by b يعني بديفايد a by b وحط نتيجة في b دي ايه لـ decimal adjust ايه لانا لو انا بعمل حاجة زي ان انا بحط decimal point ولا حاجة ممكن انا اعمل decimal adjustment للايه بتاعتي شكلها بيبقى عامل ازاي او انا لو فرضا انا عملت operation معينة ممكن انا اخلي الحاجة اللي طلعها تبقى في الاخر في شكل decimal يعني decimal shape بتاعها او decimal form بتاعها بشكل مزبوط فلو بصيت كده على الانستروكشنز افسها الممونيك بتاعها ده معناها ان الشكل بتاع الانستروكشنز عامل ازاي هلاقي لكل واحدة من الانستروكشنز في مجموعة من ال options الموجودة عندي مجموعة ال options دي بتقولي ال operands اللي ممكن تتعامل مع او هو الانستروكشنز هتتعامل معها هي نوعها ايه فلاقي ان هو ممكن يتعامل مع الRegister Addressing يعني معنا كده ايه بتسوي ايه زائد ال Content بتاع RN ممكن يتعامل مع Direct Addressing يعني بياخد ايه بتسوي ايه بلاس Direct Memory Content اللي هو الادرس الموجود هنا ده يتحط زي ما هو هنا كده والContent بتاعه هو للجمع زائد ايه او Indirect Addressing زي ما قلنا برضو بناخد ال Content بتاع بتاع ال RI دوت ونحطه هنا كميموري Address ونجيب ال Content بتاعه عشان يجمع على ايه هنا ممكن حط ال Data مباشرة كده يعني ايه بتسوي ايه بلاس Data لو انا بقى خدت يعني او فكرت مثلا انا عايز استعمل مع ده مثلا Relative Addressing مش الاقي ان هو بيقبل Relative Addressing هنا لازم الاقي ال Instruction بتاعي هنا مكتوب جنبيه Relative Addressing علشان اقدر استعماله مع Relative Addressing يعني دول المودز المتاحة بس في ال Addressing الموجودة اللي ينفع اشتغل معه ال Instruction اللي بعدها قاله Add C ده Add with Carry يعني معنى كده انا بعمل نفس الحاجة اللي عملتها فوق هنا بس بضيفة عليها ال Carry Value دي بتساوي كام دي طبعا بتبقى مفيدة زي ما قلت ان انا Addition بتاعي زي ما انا شايف كده هو بيجمع لي ارقام او بيجمع لي Accumulator اللي هو 8 bits ده على ارقام تانية بتبقى كلها 8 bits لو عايز اجمع رقمين 16 bits الرقمين 16 bits دول عشان اعملهم انا هعملهم بطريقة يدوية بقى فبجمع Lower Least Significant Bytes وبعد ما اجمع Least Significant Bytes ده بحط النتيجة وبعد كده في Most Significant Bytes بجمعهم الاثنين With Carry علشان ال Operation اللي فاتت بتاعة Least Significant Bytes لو كان طلع منها Carry يتحسب معايا في Higher Significant Bit او Most Significant Bytes اوكي فدي بتبقى مفيدة جدا عشان بنجمع الحاكتين اللي موجودين هنا دول ويبقى ال Carry من ال Operation اللي فاتت داخل معانا في الحساب بتاعنا ال Subtraction عادة بتعمل Subtraction With Borrow على طول مباشرة بحيث ان انا بقى متأكد دايما ان انا يعني ال Carry معايا دايما موجود في ال A في ال Operation بتاعتي لو انا عايز اعمل Subtraction بس يبقى معانا لازم اكلير ال Carry دوت ممكن اعمل ممكن اكلير ال Carry بحيث ان انا اكلير ال Value بتاعت الايه؟ يعني احطه في Commuter Zero يبقى معانا كده ال Carry هيبقى بزيرو اكيد بعديه فمعنى كده ان انا لو عايز اعمل Subtraction بس انا ممكن اعمل Subtraction ده من غير ما انا اضطر ان انا يعني من غير ما اضطر استعمل Subtraction With Borrow لو انا بعمل Subtraction ببعده الارقام هو اوتوماتيك اللي بيع بياخد البورو اللي كان في في بايتس اللي قبل كده ويحسبهولي بعد كده في ال Higher Bytes اللي موجودة عندي في الرقم بتاعي فده ممكن يبقى مفيد برضو عشان لو احنا عايزين implement 16 bit Subtraction routine ولا حاجة لان احنا هنا برضو كل Subtraction بتاعنا كله 8 bit ونفس Addressing Modes برضو هي الموجودة في Addition موجودة في Subtraction مفيش اي اختلاف ممكن Incremental A ممكن Incremental نفسها ممكن انا شغالها مع Register نفس الكلام برضو لقى ان كل المود اللي شغال عندي في ال Addition معادة الجزء بتاع Immediate Addressing أو Immediate Operant بتشتغل كلها معايا هنا هنا ممكن اعمل Incremental Accumulators A أو B ممكن اعمل Incremental Registers اي واحد فيهم بجمع ازاد واحد Increment يعني بجمع عليه واحد Increment Direct Address يبقى معنى كده Content بتاع Direct Address ده هيبقى هو نفسه Plus One لو بقى Increment Indirect يبقى معنى كده باخد Address من Ri و Content بتاع Address ده بزود عليه واحد فهم كلهم الحقيقة يشتغلوا طبعا لو حطيت هنا Immediate Address أو Immediate Value Constant Value يبقى معنى كده هو Increment رقم Increment رقم هنحطه فين في الاخر لازم احط في الاخر ك Operant لازم احط Value لازم ده Destination لازم احط فيها Value فمهم جدا يكون عندي هنا حاجة من يا اما Register يا اما Direct يا اما Indirect Addressing Decrement نفس الكلام بالضبط بس هنا انا بطرح واحد ونفس Addressing Mode هي واحدة Multiply الحقيقى ما بيشتغلش غير على A و B بس ما ينفعش اشتغل على حاجة تانية ما ينفعش اضرب حاجتين غير A و B فلو انا عايز اعمل Multiplication ل Two Numbers لازم احط يوت our two variables يعني غير معAY بس. فمهم جدا يا نبقى قدام الليستة دي وانا باكتب البرنامج بتاعي بتاعي علشان اقدر اشوف اذا كان الانستركشن بتاعي دوت. اقدر استعمل معركة الفلاني ولا لأ? لان حنا ما احنا شايفين كده ما شفناش اي حاجة لا IL حالقة بال systemic addressing. فيش حاجة لا علاقة بال izing. فيش حاجة لا علاقة بال long addressing. مفش حاجة لا علاقة بالindex.ь addressing. فمع لازم ان يجب اوأخدينو الكلام ده. في بقى مكتوب بطريقة سليم. المجموعة التانية من الانستراكشنز اللي بتعمل معاها هي الوجيكال الوباريشنز. الوجيكال الوباريشنز دي بتperform بوليين اوبريشنز اللي هي الحاجات اللي انا بتعودين عليها الاند والاور والناط الحاجات دي كلها. on the data bytes on a bit by bit basis. يعني معنى كده بتكلم على bit wise operation. يعني باشتغل دلوقتي ان انا بحط لو عندي 8 bits قصاد 8 bits. بعمل اندين مسلا لكل bit قصاد bit اللي قصادها كده. وطلع في الاخر النتيجة بتاعتي في الاخر. يعني في الاخر النتيجة تطلع لي في الاخر رقم. الرقم ده طلع لي من ان كل bit فيه. طلعا لي من الوجيكال الوباريشنز دي او الوجيكال الانستراكشن دي. bit by bit النتيجة بتاعتها كانت كام. فمثلا لو انا عملت مثلا ايه انقل. ايه واتنين مثلا. ايه انقل من هنا من التابل دو بتقول لنا ان احنا عندنا ايه بتساوي ايه and or and. يعني الكل bit هنا في ايه. الموجود عندي هنا في ايه. هتبقى and مع ال bit اللي قصادها من rn. وفي الاخر النتيجة تحط لي في ايه. فمعنى ان انا بقى and مع رقم immediate zero two. يبقى معنا كده انا بعمل masking ل bit number one. يعني ايه masking? masking معنى انها دلوقتي بطلع ال bit رقم واحد دي. اللي هي قصادها اتنين. اللي هي القصادها اللي احنا الاتنين دي كبيناري. اللي هي zero zero one zero. فباسيكلي بيبقى كل ارقام كلها صفار. بتبقى andد مع الايه في الاخر دي اطلع كلها بصفار. الواحد الموجود في ال bit number one دوت. بيبقى andد مع ال bit number one في ايه. وفي الاخر الايه ده? هيبقى واحد. يعني هيبقى هيبقى رقم اتنين. هيبقى zero. نتيجة لان ال bit بتاعت ايه اللي هي مقابلة اللي الاتنين دي موجودة بواحد ولا موجودة بزير. فباسيكلي انا ممكن هتشك بعد كده. بعد ال operation دي على الايه دوت? اذا كان non zero. يبقى معنى كده ان هو في ال bit دي كان قصادها bit هنا بتاعت واحد. يبقى معنى كده ال bit number one هنا بتاعت واحد. لو طلع الايه ده بيساوي zero بعد ال operation دي. بقى معنى كده ان ال bit number واحد بتاعته كان بتاعته بتاعته بتاعته. ممكن بقى نبص على ال instructions كلها اللي. ال anl ده اللي هو بيعمل ending. logical ending. ممكن يبقى برضو نفس الطريقة كده بالزبط. بيبقى اما مع register addressing. اما مع direct addressing. اما مع indirect addressing. اما مع immediate operand. ممكن الكلام ده يتعامل بحيث ان destination بتاعته تبقى direct addressing. ويبقى ممكن ال operand اللي هو source بتاعه يبقى accumulator. او ممكن يبقى source يبقى immediate value. نفس الكلام هو بلاقي بالنسبة لل or. اوكي. or LW or D مع D. يعني بيقول رقمين دول مع بعض. معنى كده. or bit by bit. يعني كل واحدة من ال bits. قصاد ال bits لقصادها. ويبقى في الاخر نتيجة بتطلق. وهكذا ال 8 bits كلهم اللي موجودين عندي. بنفس الطريقة بنفس ال addressing modes. ممكن يبقى نفس الحاجة هي هي تعمل ك exclusive or. فنفس برضو addressing modes كلها موجودة في exclusive or. ممكن يبقى فيها عندي حاجة اسمها clear a. clear a يعني بقى صفر الاي بتاعي. يعني خلي الاي بيساوي صفر وخلاص. ممكن compliment a معنى انا بخلي الاي بتاعي دوت بدل ما كان كل bit فيه مثلا كل bit فيه بواحدة اخليها زيرو. وكل زيرو اخليه واحد. ممكن اعمل حاجة اسميها rotate left a. يعني ممكن الاي ده يخلي مثلا اخلي بت بتاعته تعمل rotation. يعني rotate left يبقى معنى كده bit number zero دي هتبقى نفس القيمة بتاعتها تبقى في bit number one. ممكن اعمل rotate left او rotate right يعني برضو اخلي ال bit نفسها تعمل rotation. او rotate left او rotate right ده الحاجة اللي بتطلع لو انا بفرضا عندي مثلا rotate right مثلا وفي عندي واحد في bit number zero. لما rotate right الزيرو ده في الاخرى يطلع برا. برا ده معناه ان هو خلاص بيطلع بيطلع خارج A بتاعي اكيميليتور بتاعي ما بيبقاش موجود. لما بعمل rotate left with carry او rotate right with carry. هو actually بيستعمل الكاري انه هو يستقبل بقى output بتاعي بتاع ال operation دي. وممكن بعد كده ياخد منه كمان عشان يدخل من ناحية تانية. فباسيكلي هو بيبقى بيعمل حاجة زي circular operation كده. يبقى الكاري موجود في النص ويبقى بياخد من الكاري دوت عشان يبقى بياخد من input للrotation دوت من الناحية اليمين او من ناحية الشمال حسب اربعة من rotate left او rotate right. ممكن بفيه عندنا حاجة اسمها swap A. ده بياخد الموجودين عندي. باسيكلي بتكلم على كل واحدة من الموجودين دون هو بيبدل اتنين مكان بعض. طبعا دي ممكن يبقى صحب شوية احنا تخيل دي بيعملها في ايه او ممكن احنا نستعملها في ايه في الكود بتاعنا. بس اكشولي كل نهاية موجودة ممكن هي يعني بعد شوية ممكن نلاقي application ممكن نستعملها فيها بس يعني مهيش مستعملها كتير يعني swap A. دي عادة ما تبقاش مستعملها كتير في الكود العادي اللي احنا متعاودين عليه. ممكن نبقى في الحاجات ال binary code decimal ممكن احتمال يبقى فيها بعض ال applications. ممكن يبقى فيها الجزء ده مهم. النواة الثالث من ال instructions الموجودة عندنا هي data transfer instructions. data transfer instructions دي بتتتتتتتتتات between an internal ram location and a s fr location without going through the accumulator. وممكن احنا نترانسفر data between the internal and external ram. وممكن actually نترانسفر data كمان من البروجرام ماموري نفسها للرام. فبنتكلم هنا ان احنا بنتكلم عن ان احنا ممكن نعمل موف. برضو احنا برضو يعني الطريقة المعتادة اللي احنا بنعملها ان احنا بنبص على الابرانز موجودة عندنا. ده indirect وده direct. انا هنا في الاخر لما بعمل موف ده وده الاولاني ده destination ده source. يبقى معنى كده بحط الحاجة اللي موجود هنا الادرس الموجود جوه الرجستر ده. بحط في الكنتنت بتاع ال direct address الموجود هنا. هنا بحط في نفس الادرس اللي كنت بتكلم عليه هنا دوت اللي هو اللي موجود جوه الرجستر ده. بحط الرقم ده بحطه زي ما هو كده. لما بعمل دي بي تي ار يبقى معنى كده الرقم اللي هو الاميدي ده بيروح لي على طول جوة دي بي تي ار. لما بعمل موف اي موف سي اي وكزا باخد الكود من البروغرام ماموري يعني موف سي دي بنستعملها عشان نقرأ كود من البروغرام ماموري غير الموف العادية. الموف دي بين ماموري عادية ومامور عادية. بين data ماموري و data ماموري. دي بين program ماموري و data ماموري. فهي مميزة جدا يعني. فممكن ان انا استعملها بالشكل ده. وهما يعني جمعنا شافين كده ده الطريقة بتاعتها دي الاندكس ادرسين. هنا بستعمل الاندكس بتاعي dptr. هنا بستعمل الاندكس بتاعي هو ايه او البيز ادرس بتاعي بستعمله dptr. هنا بستعمل البيز ادرس بتاعي هو program count. موف اكس بقى بنتكلم على الجزء اللي احنا كل الحاجات بتاعت موف اكس دي. بنتكلم على ان احنا بنقسس ال data بتاعتنا من long memory يعني من external memory يعني من expansion مميوري. احنا دلوقتي مش بكلم على المميوري بقى لقياها on chip. بنكلم ان احنا عندنا expansion memory بره وبنعمل لها accessing عشان نقدر ناكسس المعلومات بتاعتنا منها. ممكن ده برضو نلاقي فيه ال push وال pop. ال push وال pop دي بنكلم على ان احنا بنحط data في الاستاك. يعني لما بعمل push direct معنى كده ان انا بتكلم على ان انا باخد ال value اللي موجودة هنا دي وعمل لها pushing في الاستاك. لما بعمل pop يبقى معنى كده انا ببقى من الاستاك يعني باخد من الاستاك وحط هنا تانى في الاه في ال direct address دوت. في حاجة اسمها exchange A و RN. دي بتبدي اللي values اللي موجودة عندي في الا والرن. يعني في الاخر ال content بتاع ال rn ببقى موجود في الاه. وال content بتاع ال rn ببقى موجود في الاه. mمكن انا عمل نفس الكلام بين ال accumulator وبين direct address. ممكن اعمل نفس الكلام بين accumulator وبين direct address. يعني ابدل القيم اللي موجودة عندي في ال address اللي متعرف بالرجال. دوت مع الكنتنت بتاع الاكملات. ابدلهم اثنين مكان بعض. في باسيكلي ان انا ممكن اعمل نفس الحاجة هي هي. بس اخد الـ lower order digits يعني باخد الاربعة بيتس اللي تحت. اللي هما الـ lower order digits. ممكن ابدل برضو بين هنا وبين هنا. بس مش باخد بقى الرقم كله. مش باخد الـ byte كلها. لا باخد بس الـ lower order digits بين الاثنين دوله وبعد. النقه اللي بعد كده حقيقة في الـ instructions بتاعتنا هي النقه ده الحقيقه متميز جدا انه هو بيسيكلي بي perform operations على single bits. انا بكلم دلوقتي ان انا الـ operants بتوعي بقى ما بقوش bytes او ما بقوش direct addresses. لا انا بكلم دلوقتي على ان انا عندي single bit operants. بيسيكلي بنتكلم بقى على حاجات زي clear على حاجات زي set حاجات زي compliment يعني بحاجة دي بتخليها عكسها. بعمل ending مثلا بعمل oring. بعمل moving يعني من بت لبيت تانية كل الحاجات الوبرانز اللي عندنا دي كلها في الاخر كلها عبارة عن مجموعة من البيت يعني طبعا هنا بس اعمل الـ C بتاعتي اللي هي عبارة عن الكاري فلاج وممكن اخد واحدة من البيت اللي احطيه الـ Direct Address هنا مع ان انا باخد بت نومبر يعني اللي هي الموجودة عندي هنا دوت واخده من البيت Addressable Area بتاعتي وممكن انا اعمل موفينج او اندينج بين البيت اللي هي Direct Address دي اللي هي واحدة من البيت الموجودة عندي في البيت Addressable Area والكاري وفي الاخر نتيجة بتبقى في الكاري لو انا حطيت سلاش كده قبل البيت دي يبقى بتكلم ان انا دلوقتي ان انا باخد الكاري دوت مع نط الرقم ده نط الحاجة الموجودة في البيت دي يعني لو البيت كان زيره لما بحط سلاش قبلها كده باخد الواحد مع الكاري واعمل لهم مع بعض الموفينج بموف الحاجة اللي هنا وحطها هنا طبعا بباقي فيه موف من البيت Addressable Area اللي هي موجودة في الماموري للكاري وممكن من الكاري بت Addressable Area ممكن يبقى فيه عندنا هنا نتعامل مع الفلاكز بقى الموجودة عندنا في البروغام ستاتس ويرد نعمل جامبينج بناء على القيم بتاعت البيت دي ففيه عندنا جي سي اللي هي جامب اف كاري سات او جامب نوت سي يعني جي عن سي اللي هي جامب اف سي از نوت سات يعني ممكن انا اعمل جامبينج بيزد على قيمة الكاري فلاك بتساوي كام ممكن برضو ان انا اعمل نفس الكلام هو هو لوحدة من البيت اللي موجودة في البيت Addressable Area بجي بي جي بي او جي ام بي 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 نفس الحاجة بتاعت السي بالظبط بس بتكلم على بيت موجودة في البيت Addressable Area وممكن الجامب ده في الاخر يبقى يعني بيسيكلي جي بي سي مسلا بتكلم على ان انا بجامب البيت دي وفي الاخر بيعمل لها كليرينج اوكي يعني بحيس ان انا في الاخر يبقى الفلاك بتاعي لما بعمل الجامب ده يبقى عارف ان البيت يبقى تكلير خلاص بعد كده عشان يعني لو البيت دي كاي بتبقى جينريتد في الكونديشن معين وبعمل الجامب ده برياكت الكونديشن ده هو مش عايد يرجع اليها نفس الكونديشن موجود عشان ما يفضلش دايما يعمل جامبينج فباسيكلي بيبقى برضو ممكن انا اعمل الكلام ده اساعمل الانستروكشن ده علشان ان انا كلير الفلاك ده بحيث ان ما رجع له قلقين هو كلير. فطبعا ممكن بفيه امثلة على حاجات زي كده. ممكن بفيه عندنا سات بي تي ار زيرو ان انا بسات البيت دي. خليها بزيرو. ده تي ار زيرو دي هنشوفها ان هي واحدة من البيت الموجودة عندنا في التايمير اوبرايشن. لما بعمل لها ساتينج معناها انها بشغل التايمير ده. فباسيكلي دي عطول ممكن اعملها في انستروكشن واحد بدل ما كنت اضطر ان انا شوف بقى هي بيتنا رقم كام في في البيت واضطر ان اعمل لها بقى اورينج مسلا مع واحد ولا حاجة زي ما نشوف في الجزء بتاع الماسكينج في المحاضرة اللي جاية. ودي طبعا بتبقى معقدة جدا. انا بعملها كده بالشكل ده. بتبقى في البرنامج بتاعي في منتقى البساطة ان انا افهم واقدر على طول ان انا اقرى الكود بتاعي بشكل ابسط. لما بعمل برضو حاجة زي كده. انا دلوقتي بعمل جامب نوت بت يعني معنى كده بشوف البيت دي ازا كانت بزيرو ولا بواحد. اوكي? وعلى اساس كده بعمل لوب. دي بسميها بولينج. بولينج معناها ان انا دلوقتي بحط هنا البيت اللي انا بعمل عليها تشك. بحط هنا الادرس اللي انا بجامب لي. ده بيبقى ريلاتف ادرس. زي ما احنا شايفينه كده مكتوب ريلاتف يبقى معنى كده ده ريلاتف ادرس. اوكي? فمعنى كده ده هيفضل يلف هنا كده. طول ما البيت دي ما هياش بايه? ما هياش بما هياش ست. يعني كل ما دي طول ما هي دي بزيرو. ده هيفضل يعمل بولينج. اخر نوع بقى من انواع الانستراكشنز هي البرانشينج انستراكشنز. وهي بيسيك اللي بتعمل لنا جامب او بتعمل لنا جوتو اللي احنا متعودين عليها في بتاعنا. فمواجه يبقى في عندنا حاجة بنسميها كول. الكول دي بتبقى عندنا يعني بكتبى في الشكل ده كده. ممكن بتبقى A oggi absolute call بيبقى الادرس بتاعه 11 بيت اللي بتبقى absolute call اللي انا بقى بقى عندي الادرس بتاعه 11 بيت ابسوليوت بس 11 بيت. ممكن L call اللي هي long call. بيبقى عندي بقى long addressing هنا موجود اللي هو address 16 بيت. عادة ال call ببرجع منها بيترن. اوكي لها E-R-E-T يعني دي يبقى بروح ال sub protein. والريترن بيرجعني من ال sub protein دوت. لما يكون انترابت زي ما هنشوف في جوزة الانترابت هنلاقي ان احنا بيبقى لازم نرجع من الانترابت بتاعنا بريت اي ريت اي ده اللي هو ريتن فروم انترابت اوكي في عندنا الجامب العادي في عندنا نوعين برضو الجامب ممكن يبقى ابسلوت جامب او ممكن يبقى لونج جامب ممكن يبقى شورت جامب لو انا حطيت relative address اوكي ممكن انا اعمل jump indirect او بيبقى يعني حاجة زي الاندكس addressing كده ممكن انا اعمل برضو نفس الكلام ال relative address اللي ممكن استعمله في jump if zero يعني بتشك بقى اذا كان عندي اذا كان عندي zero flag موجود اذا كان عندي نتيجة بتاعتي ال accumulator بتاعي ب zero ولا لا ممكن اعمل compare and jump if not equal بيبقى عندي حاجتين هنا بعملهم comparison مع بعض ولو ما هماش equal بقى اعمل jump للمكان اللي متعرف في relative address دوت طبا ممكن انا احط هنا comparison ده واحد من ال operands بتوعية بقى data لان انا عندي هنا actually الاثنين بقى compare الاثنين لبعض وفي الاخر نتيجة بتاعتي comparison مش بحطها في حتة لا ده انا بعمل بها jump او ما بعملش هنا في حاجة اسمها decrement and jump if not zero معناها ان انا دلوقتي بقى decrement rnd وبقى check على قرية نفسها مش بقى compare بحاجة تانية بقى check على قرية نفسها اذا كانت ما هياش zero بقى بعمل jump اوكي ممكن انا اعمل نفس الكلام هو هو مع direct address مش register ممكن يبقى direct address بس اعمله عشان اعمل decrement jump if not zero اخر حاجة خالص ودي حقيقة مفيدة جدا لو بان شكلها مش مفيد هي no operation هي not دي ساعات كثيرة اوه بستعملها عشان ا inject delay جوه البرنامج بتاعي يعني ممكن مثلا انا عايز اعمل delay between instructions وبعد او عشان اعمل مثلا delay loop عشان تعمل لي مثلا delay one second مثلا بحط ال no operation دي بحيث ان انا يعني basic ما بعملش اي حاجة بس برضو بتبقى دي يعني فيه وقت بيمر فانا basically ممكن احط عدم من النبس على قد delay اللي انا عاوزها between the instructions وبعد انما هي فعليا مش بتنفذ اي حاجة الحقيقة في المحاضرة دي اتكلمنا على assembly language instructions عموما بتاعت ال 8051 دينا امثلة على بعض الحاجات اللي موجودة فيها المرة اللي جاية نبتدي بقى نتكلم على الحاجة اللي تبقى more practical شوية اللي احنا بنعمل programming بc language وهنتكلم شوية بعد كده على ازاي بقى والفروقات بين assembly language وc language في programming ونبتدي بعد كده بعد المحاضرة اللي جاية نبتدي بقى نتكلم في ال actual preference اللي موجودة عندنا وhow to program ال preference دي عشان تعمل operations اللي احنا عايزينها في ال project بتاعنا